مستجدات وتهم تمص أمن البلاد تحيط بحركة النهضة في تونس إذ كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين عن وجود شبهة إرهاب في ملف توقيف نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري وبحسب شرف الدين فإن البحيري متورط في تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية وبطاقات تعريف بشكل غير قانوني إضافة إلى تزوير جوازات السفر وهو أمر استوجب وضعه قيد الإقامة الجبرية وزير الداخلية تونسي قال إن الأمر متروك للقضاء مشيرا إلى وجود مفاجآت مستقبلا على حد وصفه وردا على هذه التصريحات قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرفي تونس عبير موسي إنه ينبغي إيقاف نشاط الإخوان بالكامل وإخراج القائمين عليها من البلاد في إشارة إلى حركة النهضة والموالين لها واعتبرت موسي أن الحركة تشكل خطرا على أمن البلاد من جهتها رفضت حركة النهضة التهم الموجهة ضد البحير واعتبرت أنها تحمل صبغة سياسية داعية إلى إطلاق سراحه على الفور وفي وقت سابق أعلن عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالا أن نائب رئيس حركة نهضة نور الدين البحير يقضي الإقامة الجبرية في مكان تتوفر فيه ظروف الإقامة العادية ويخضع لحراسة عناصر أمنية رسمية